تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولعية للشرطة القضائية بوهران من اللقاع بشبكة إجرامية منظمة مختصة في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم أفرادها ببيع بذور كمواد صيدلانية مؤالجة لمرض السرطان أقول حيث تم توقيف أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أجانب مع حجز ما يفوق ألف وأربعمائة حبة إلى جانب مبلغ مالي يفوق 72 مليون سنطيم كريمة صواق عادت بتالي تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية لشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة أفرادها يحترفون النصب عبر وسائط التواصل الاجتماعي ببيع كمية من البدور على أساس استخدامها كمواد صيدلانية لعلاج مرض السرطان أين أصفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص تتروع أعمارهم ما بين 27 و 38 سنة بعضهم يلحدرون من جنسيات أجنبية